موسيقى بقولك يا مرى كابتن معلش سامح ان انا كنت باسأل على حاجة زي خندق او قوتيل بس يكون في الرخيص تحت انضر 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 يعني باني ماري فهمه زي ده اه بص انا عايز قوتيل انضر 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 ت这么 حاجة يا ج premi انت بقى مجال عملك ايه ار vi مرحله اصداد دى واركك يعني المجال العمل يعني مثلا غالي الرياضة مجالي الصناعة شاكلاك طالع من ستة ما تيجد ناكو اللقم مع بعض باشا يبعاشوا ملح ومين يا نات ورامن؟ يا جلعة تعال عيب دخوك برنس في مصر ما سحر لا 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 ربنا من انت جاي انت بخيله ولا يا عمي؟ تعال بس تعال بس اه ايضا؟ اه عندوكو ايبا كاباتن؟ اه ايضا؟ ايضا؟ اه انا به من المتر اه ايضا؟ اه ايضا؟ جلعان صبيب تاني؟ ليس خزء اه ايبا؟ اه اواه انا اتطع مرحباً. هل هذا مرحباً؟ هل هذا مرحباً؟ نعم. سوف نقوم بأسفل. لأنك هل تعرفت عن مرحباً؟ لأنك سببت بأسفل. لا تعرف على الوضع. نعم. هل ترى مرحباً؟ ماذا ترى؟ لا أصبحت. هل ترى مرحباً؟ مرحباً يترى مرحباً؟ 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 مرحباً. مرحباً. يلّا يلّا لا تنسى شكل الجدع صنف بلد زي حياتي ما قدّين على فين يا عمّة؟ هل قدّين القرّب ولا لا؟ المنطقة دي عارف عاملة زي الأباجيّة عندنا برضو الأباجيّة نظامها كده بس هننضف حبّتين إحنا لو نضّفنا عندنا نبقى كده برضو هل تعرف يضّ لو إنت بقى جبتينّا كمان شغل تبقى ابن كلب جاز ملعيب ما اسمك؟ أنا اسمي البرنس أنا اسمي كوكو برنس كوكو كوكو؟ كوكو كوكو أعصر أنت يا كوكو إن اخبتني النصطر أنا أمّل دواء كوكو أعصر أنت لقد أعطيتك برنس كوكو أعصر أنني غامل المترجم للقناة 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 ما هي يا صاحب؟ كمان بالتألف؟ يا صاحب أليك ديفيش؟ لست مرحبت ذلك؟ كده خوشك 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 اكيد خوشك في السيارة أكيد خوشك خوشك جدا راستوران يا كامل انت راجل طيب على فكرة من ساعت لم أراك حسنا أن هناك شيء مننا شابه أنه لو أستطيع أن توفي نعم ما هذا؟ لا ها! هذا هو أن أجل ما تقوله كيف أنك كنت من المرح? لا! لا! لحوم حلال ماشي! للمرحوم بسيطة! حسنا! انا بحماً في اللغة بقدم في اللغة البحرية لا! لا! لا 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 يزيل احضارك انظروا ادتخل انظروا لذلك ثم سنواجه احضارك احضارك اوما تبقى المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 مالة 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 تقيمة راتيا اشتركوا في القناة 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 نيروانا نيروانا استنى يا عم انت ما نشوف الرجل ده فهمني ازاي قول لي حاج انت فهمت كلمة حمام دي من ايه ماده لككون بتعرف عربي انت بتعرف عربي نيروانا طالع النبي لأرض المعارض بمدينة نصر ايه ابا حطيت البلاشة دي بنتك دي ولا مودلس ايوا اتحكي 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 يا موز اتحكي ولا فهم حاجة انت انت مصري لا انا في الانجليزي انا بحب حكيتون كتير اف هلقات انت كتير تعزبت هون ده انا الاوحش ما قلتوش تعرف اي مادام انا كنت حس ان انا مخنوق فيه كلام كتير في سيدري ومحبوس مش عارف اقول من مين عشان كده يعني لما اخذ انا اول ما شفت حضرتك فاطفت كده على طول يعني انا اللي بعرف هيدا الاحساس المهم شو ناويت اعمل هلق اعمل ايه؟ على حزب الريح ما تودي الريح لا يا استاذ حمادة كده مش هينفع الحياة بها البلد بدون خطة يعني انتحار رح ترجع اتكرر اللي صار معك مرة تانية انت جاي عبلد ما بتعرف ناسها ولا بتعرف الغطى ولا حتى عندك شغل فيها او بايت تسكن فيه كل اللي عارفوا ان انا هنا سبت مصر ومستحيل ارجع تاني هاعمل ايه؟ صراحتك معي متمنتني رح تخليني اعرض عليك عرض فضلي شو رأيك تشتغل معنا بترمبة البنزين هون؟ انا اشتغل طبع ده جميل عمري منساية ما تخليني اندم اني وسرقت شيك او ساعدتك بيوم من الايام مش هتندمي ورحمة ابوي ومي ما هتندمي سبتلي هالشي بالفعل مش بالحكي انا رح احكي مع جور وعالحالتين انت رح تتعشع معنا الليلة هايدة قوتتك وهايدة طغتك حضرتلك فرشات سدان جديدة بالحمام وما كانت حليقة من بعد ما تحلق دقنك بتطهر الجرح وتحط بلاستر بعد بدك شي تاني؟ لا 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 شكرا انا مدينة اكيد بدك حتيتلك كم شميز وكم فاطلون باعتقد على اياسك بكرا بيلك من الغسال لان انت اللي حتغسل تيابك انا مسؤولة بس عن تحضير الاكل هايدة تيجي مقاسي؟ قصة عم جورج يعني هايدة مش لعم جورج هايدة مش لعم جورج لا فرنسي اه 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 بنويت بنويت بس مشيك الودة يعني سيدة كده ما فيها الشغل حلم ده ولا ايه؟ يا امرك يا باشا ربنا باركلك فيها عندي معطر حلوة على فكه معطر نعم انت امتين فقت امتين ساعت من النوم اه انا ديلي يجي ساعتين او ساعتين؟ اما انت فاهمة بات ساعة الصبحية مقضية شو؟ قصد يعني انه ساعة الصبحية ربنا بيوسع علينا كده ويضبط الرزق يعني بس أنت كيف عرفت شو بدهم؟ كيف عرفت تحسبهم؟ يا دي محتاجة من الفومية يا معظم الناس بتبقى عايزة تفوّل وبعدين المكان زي أنا بتكتب الليترات بتكتب السعر سكولكا؟ دولجة ميني بردوالي ككشي تشاس دولجة يوري مير جورج كتير مبسوط من البيع هي يا الاستباحة لما بتبقى حلوة بتشرح النفس اسمعوا بقى إحنا عايزين نجيب جراكن الزيت دي ونحطها جب مني هنا بس ليه بدك تغير لا مطرحة؟ هي تبقى تحت العين ومتشافة انت فاهم يا بقى ان انا في اللغة يعني لسه صيني وهو الناس تبص عليها عايزة وتختار بسيطة مولي بدك ياه خلينا نشوف الله صلى عن النبي ارفع الشعار وعندك واحد كمالة للهانم فضى لا باشي يسلموا ديتك هيدا الكشري تابعكم بطير العقل قدم طيب تجد والله؟ ولا العظيم وانت اي راك عم جوري اجي اجيكوستنا كتير طيب ام اللي جررتون باقى في شوية مفتاقة عايزة عملوكم مفتاقة انا ايش جورا؟ مفتاقة دي حاجة عجينة كده زال مربو بس اي تقيلة ايش مع شوية فطير يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايا واي رايح ايه انت حضرت الاكل جورج بضب الطاولة لا، لا يصح شمارك بعمنا لا، هذا سيستم هون كلنا لازم نتشارك بكل شيء طيب هنأخوش شخصي إيدي بقى كنت الزعر بلاتة زاجين جيلو أدعي بباشا أصلا نعم، نعم، ستيالاتة سا حمادا، أنت اليوم بصير لك أسبوع معنا جورج بجي عتيك مع عاشك قبل ما يضط بالطولة وبيشرب أهود مستعقلين على إيه بس أمده ما تخلي عم جورج نعم، أنت تعيدي من يوم رايح كل أسبوع تقبض مصرياتك قادم على إصنع لتقبض مصرياتك قاموا بتقبض مصرياتك ويوم ، أنت عمزة على إصنع إذا في شي خبرني أصلاً ما عندك هدا تحكي مع ووان غيري اللي أقوله ممكن إذا عالك أو زعل عم جورج وأنا مش عزعل حد مني بصراعة ربنا يعني أنا حس أن أنا من ساعتنا كده عندك وحس أنك أهلي إذا عن جد حاسس أنه إحنا أهلك تحكي شو بيك؟ الأجر شوية يعني أنا قلت متوقع حاجة تاني أكيد حسبت غير زايا وأنا بشتغل ليل نهار من حق أنه نقفش أجري حسن أنه رجل محترم خلينا نفكر باللي قلته ممتقياً ونحلله شوي شوي ونحكي فيه بالتفاصيل ممكن وإلا رح تضل إخذ على خاطرك وزعلك ما رح يخليك تفكر مظبوط أولاً وهيدا أهم شي الاحترام مخص بالمصارف الاحترام هو إحساس جواتك شو بتشتغل وقت جايب تطلع هيدا موضوع تاني لا أنا أنت أعزت تقنعيني أنك بتحترم عمل البنزين أكتر من الدكتور ما المفروض نفكر بغيرنا أو برأي الناس فينا المفروض نفكر بحالنا بس خلينا نتخير سيارة أسعاف فيها مريد بين الحياة والموت والسيارة ما فيها بنزين بهاللحظة بالزيت مين الأهم؟ الشخص اللي بدي حط بنزين بالسيارة ولا الدكتور؟ العيان نعم أنا فاهمك والله يعني بس يعني برضو الناس بتبصوا للدكتور أو لأنه باشا وهالشي ما راح يفرق لا مع الدكتور ولا مع الناس خلينا نتقل لنقطة تاني بكلامك هم أنت عايش معنا بالبيت وعم تلكل من أكلتنا وإذا طلع بيلك حيا الله شيء ماء عصير بتفتح البراد وبتاخد يعني بإختصار هيدا كله من أجرك مش بيبقى ليش ولك رميل سواد عيونك هيدا؟ على الأكل والشرب والنومة مخصوعة من أجري؟ نعم هيدا كله من ورا شغلك وهيدا الشيء اللي حاله يدعو للاحترام مظبوط هيك؟ مظبوط هم وترمت البنزين أنت عارف قدي عم نطلع باليوم وعارف إنه المكسب مش كتير ما أنا بشتغل زي زيك وأحسن كمان مظبوط أنت عم بتساعدنا أنا وجوش بس ما تنسى المكسب عم يتقصم على ثلاثة قابلك إن يتقصم بس على اثنين هاي بس أنا كنت فكرا إن الحواري أنا نانشي سكة تانية ده يايدو بعتقت الصورة وضحت هيك يا أولاد اللزينة يا أنا خاص من حق النومة والأكل تعريف؟ هالبيت كان كله حركة وحيوية بس كان ماك هون فضيع هيدا ماك دايما كان عنده أفكار جديدة ما كانت الغسيل هيدا كانت فكرته هو عم جورجي ماله كده صح الشاي العب قدر على رأسه لي شو عميل؟ يعني يعني متضايق أو مخنوق بس تجي سيرة ماكي بيتضايق هل هي وجراله حاجة؟ الشايك بالضبط بالأول بلاش يهمل ترمبة البنزين وبعدين صار يعمل مشاكل مع الناس لأدفه الأسباب لحد ما اكتشف جورجي أنا بتعطى كوك خبر السويب غلبان الراجل ده طب ما فكرتوش يعني تجيبه الودة تربطوه ترموه في أي قوضة يمكن يبطل ولا حتى تبدوم صحة ولا بلأ أزرق أكيد جورجي جرب صار يعمل معه مليون مشكل بالنهار لحد ماك جرب يتهجم علي ويدربني كرميل المصار ساعة جورجي حطو يا الله محدش مرتاح طب أنا ما أخذ يا مدام بس أسألك السؤال الماكنا دي ما حدش حاول يصلحها قبل كده هل الماكنا بتذكر جورج بماك؟ وجورجي بيكره طب ويعلقت الماكنا بماك؟ ماك بس جورج إنسان حساس يمكن زيادة عن الزوم وأنا ما بدي دايقه فضلت أنسى الموضوع وقت جهله طب ما ينفعش الديني فرصة أنا أجرب معه حظ كده يمكن أن تيجي مع العمي طبط هم؟ ماش عربي ولا إيه؟ هده عربي؟ قلت أقولك يعني تلفق معي تلفق أهي أهي هيك أوضح مثل ما بدك بس مش بوقت الشغل وإلا رح أعتبر وقت ضايع زودلي اتنين ونص على واحد ونص بوصة اتنين ونص حط اتنين ونص على المواسير خطيلي بقى لفتين سلك خمسة ميلي سويدي عشان يبقى محمل لفتين سلك خمسة ميلي مفتاح بيتشينو بدل اللباس دعم جورج حمادا أنا كتير زعلاني منك في إيه بس يا مدام وأنا عملت حاجة غلط كان فيه اتفاق بينتنا وحضرتك ملتزمت فيه ومعطل جورج كمان فاداش دي نير وعبا دايش اللي هيكو في الربوطي ما تصلى عنه يا جماعة لما يكون فيه اتفاق المفرود أنك بتحترمه ده ما قلّك بعد الشغل يعني بعد الشغل بعدين عمولي بدك إيه حاضر يا مدام على وما أنا خلصت وعرفت أن عايزي فاداش دي ستاة شونش الربوطي فاهمين أنا خلصت ستاة شونش الربوطة إيه إيه إنسان مجبس لديك إنسانا إيه 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 ونكا إيه إيه ايه ما داية من شاء الله تاكن ستك ليه؟ شو هاي؟ متدايعة يعني زي عبدالقادر كده ايه شوي اخص لكون انا السبب حمادا انت مش مهندس وما رح تقدر تصليح المكنة اه شكلك ملكش مزاج للموبادة بص هنعمل نفسي بصلحها وانت تقولي العم جورجي ان انا طلقت كنافة ويقدر ما داخلك الشر ايه رأيك؟ ليك؟ انا حاسة ان الموضوع اخذ تشكل كتير عاطفي مع جورج وبعتقد انه رحيز علي كتير اذا انت فشلت بتصليحها الكلام ده مش واكل معاي ولا ما فهمت ولا كلمة شو قلت؟ وانت هتتدايق يعني الو مكنة دي صلاحت هادي المكنة بتذكرني بماك وانا ما بدي اتذكر انسان هني وجرحني بالكلم تصدق ان انا اول ما شفتك يعني افتكرتك ناشفة كده وجامدة بس طلقة حساسة زهر ان انت زكي حساس كتير زكي اه بس حساس دي بعيدة اول مش ناس كتير ما بتعرف حالة مياه واضح ان انت واحد منه الاول انا كنت فاهم نفسي صح الصح بس اللي منذو الحس ان في خلاط عمالي بيضرب في النفوخ ويقلب كل حدا على بعض باركي بقدر فهمك باركي بقدر فهمك يعني وانا في مصر مكنش يهمني حد كنت فاتح سيدلي للدنيا وخلاص بس هنا يعني بقيت احس ان انا بخاف على زعل الناس بخاف على زعلك زعل عم الجورش يعني مفي داعي لهالكلام هيدا انت عم تشتغل وبالمقابل عم تقبض مصرياتك بشتغل بس مش بشتغل مش بصدقاني تعودت ما صدق الكلام بس الفعل خلينا نمشي حمادا شان بتعمل عندك ببص على مكنة الغسيل دي هي ما بتشتغلش هي المكنة اشتروها جورجو ماك طي سيفي عنا خدمة غسيل سيارات بس لا الاسف نقوة نوعية مش منيحة ماك كملها ومنطر الشركة تجي تزبطها وتشغلها اه اكتهر يعني وركبها بنفسه والنتيجة متل ما شايف المكنة وقفت وما اشتغلت والشركة رفضت تجي تخدها تسترجعها او حتى تصلح نيها فسقطت كفلتها وبعد عحالة من وقتها اللي ركبها حمار وعافياجي تعمل لها كتير دي تعمل كيف يعني شو بدأ تعمل؟ يعني تمنها اه ايه تمنها كتير يا حمادة نحنا لما جبنيها كنا مفكرين نكسب كتير لكسبنا والمصريات اللي حطينيهم عليها خسرنيهم بلايها هالقصة الحزينة بتاع ساعدني اللينا عم بتشاتي بنافوت الغراض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلايها يا ساعة باريف انا بس عمتفرش عليك زى ما تحبي تعرف اذا قطعت الكهرباء او الماء العموميين من تحت رأسك الدولي رح تصلحونا ع حسابنا وهو دي طبعا رح يكلفوا مبالغ كتير كبيرة وانحنا ما بنقدر ندفعوهم ما تخافيش يا ما دايما انا عارف انا بعمل ايه ام ان شاء الله شو بيه؟ ليه وقفت شغل؟ تكمل سيادتك وقف يعني وانا ما تعودتش اشتغل وحد وقفه وراسي اوكي لكن انا رحفل تخلص لبيدك ليه اوكي لماذا زي في اكيه ؟ همادا ربك العلبي حمادة قطعت الكحرى بقول ماي وقال الله بيعلم شو نزعت كمان لازم نحروق ايدا من نارتا نعلم ان النار بتحروق بدل المرة قلتلك الف مرة شغل اللي ما بتفهم فيها ماتت ايدك عليها شكرا لا حاة ان شاء الله تبقى فتحت خير علينا كلنا اه اه موسيقى هل هذا لا يوجد الكثير لا يوجد الكثير يفعل الكثير بضين خطيم يعزون كما أنني جئت كلمك عأنن ووووووووbau شن خيالي الويسض ياللي عندك. عن جد انت واحد مجنود. لا اما انا مكانش اقدام جرح هاي لاني. يأيم مكري يأيم ما اعمل اخرس. مصدق انك اخرس؟ أما ليه؟ ré Reed II اخرس من صغري . دي صعبة يعني! أي حد ممكن يعمل اخرس. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها ما بدنا نتفاجأ بعدين تكون مطلوبنا للأنتر بول أو عاملكش جريمة قتل أنا عترفلك بكل حاجة ياريت بيكون أحسن أنا هربان من حكم بالإعدام في جريمة قتل شو هاي؟ أنت أكيد عم تمزح تحاك إيه طبعاً بمزح أنا رجل غربان وماشي على قد حالي أنا درقت الفرخة أنتر بول نخش على الشغل بقى يا دي لستة المصاريف نجول إرادة الأسبابة على المقسل شو هاي؟ يخذ العين شاطر يا حمادة والله شاطر إنت هتفو براتسن شو هاي؟ إيه ده؟ دول إيه دول؟ هكذا دول نبع عم جورج؟ ما صراحكي؟ دولي يجل أصر فنوس عم جورج أصر فنوس عم جورج أصر فنوس عم جورج المترجم للقناة 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 طالما محكمة يا عم جورج بقى الله يصلح حالك احنا مش هنأكل في اليوم لسود دا ولا ايه ها نأكل تنمت ولا ايه يخدش كوشت اه يخدش كوشت يخدش كوشت ها يجي واشي تريلكي هات في صحناك هات فيه هات فيه هات فيه هات فيه البليد يا عم يالا فيه يالا فيه مع عم جورجي كان حموتنا مجوع معك حال انا مت من الجوع كمينا مرسي حمادة على ايه صار لي زمان منبساط مثلي ها شفت بقى فوايد اللعب والحركة دا لو عاطف هنا انهار السويد كان زمانها بقى سحبة حلة المحشي وكوس الترشي بتحقى في الارض طبعا ام اسماقيل بقى اتطلت اعتباطه والقرى مع العيال كانت تبقى معجنة اه 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 اتاك شتا تلوني كتير هم اه 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 مرسي يا هنهار الرائع ده انتو اللي صاحبوكو حلوة بقلك ترك كل شي بالسيارة بكرا من نزلهم لأنه هو كتير تعبان بس مفسود تعبت من ايه ده انت كنت واقف جون عمي شهرني جون؟ لأ انت خليت حدا يرتاح يلا انت زالت حما مونان بكرا عندك وعي بكير طب خش انتو ريحوا عشان الحاجات دي ممكن تزفر العربية دخلها الجنينة وانزل على طوبة طيب يلا يلا دلتك وارد على عاصل ابيض باشلي باشلي ترجمة نانسي قنقر موسيقى الله يزيد دي مكانك شبه موسيقى 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 كنت عارفة أني مفيش أخبار ولا حاجة وإيه اللي خلاكي متأكدة كده؟ قطل من ساعة ما جيته أنت عمال تتفرج عليّ ومفتحتش بققب ولا كلمة، أنا ماشي ايه ماشي، ويما أنا مكيش غير المشوار ومعرفتيش حاجة طيب ما تتكلم، ولا مستني تتفرج عليّ كمان شوية أنت مالك سخنانة كده ليه عليّ؟ بس عارفة أنك بتلعب بيّة، فاكني سيدة من غير حلفان، أنت فاهماني غلط وظلماني أنا يمكن حبيتها قابلك، بس مش عشان ألعب بيكي أنت عايزة يا عمال، فيه اللي الجالة كده لما تعرف أني فيه واحدة بتحب تفتكر إنها سهلة واللي تحب فولي أنت حبي غيره أنت موسوسة ودماغك مليانة خيالات وانت شعرفك الرجالة بتفكر إزاي؟ أنا نزلت الشارعة من بدري، والشغل في المصانع أياما بيعلم والله الخيالات اللي أنت بتقول عليها دي مكنتش قدرت أحافظ على نفسي وبعدين أنت صرتك سبقية، محدش في الحرة كلها ما يعرفش حكايتك مع عنايات حكاية مع عنايات ما تعبنيش في حاجة، وفي الآخر أنا راجلة تعرف إيه الفرق بينك وبين سعيد؟ مستنى يا أقول إيه؟ اعتبريني قلت وكملي الفرق بينك وبينه زي الفرق بين الإزاز الشفاف والإزاز اللي مش نديف لا بيخبي ولا بيبين، تشوف من ورا نص الحكاية، وإنت وشطرتك إنما سعيد واضح اللي عايزه بيقوله لا بيلف ولا بيدور بقى سعيد اللي بينصم على عطوب الأرض لا بيلف ولا بيدور؟ على أقل معي، روح يا عماد استحمى، والجن تعرف أنت عايز إيه؟ روح يا عز، أنا أنا.. أنا كنت بس بتطمن عليك بس لبقلك مدة ما اتصلتيش استني بس أنا عندي أخبار عن البرانس بس بصراحة خايفة أقولها لك طب استني لما تخلصي شغلك خلاص بنتقابل في نفس المكان بتاع المرة اللي فاتت مع السلام موسيقى شاو أستاذ إسماعيل أنا الراجل لا ظالم ولا مفتري أنا عايز فلوسي طب وقضيت سلية العربية؟ ذكرت إرهاب يديني فلوسي أطلعو لك من قضية زي الشعرم العليم طب أنا جب أمرك من إيه؟ يبقى خلص الكلام وانتح للحوار موسيقى أستاذ إسماعيل أستعذنك خلي سعيد يا ظهر موسيقى 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 شفت يا خويا الراجل ما بيردش على السلام؟ هو حار عايزة يعناقات حكون عايزة إيه يعنى؟ انت مش قلت لزلة أخويا إن أنا دخلة معاك جمعية؟ جاي أقباضها بقى مش رايق له زارك ده يعناقات برحتك؟ طب رايق لإيه؟ مش رايق لحاجة خالص بقى كده؟ ماشي لا رايق يا عماد ورايق قوي كمان حتى أشوف شبهها قوي مش كده؟ سعيد سافر سافر؟ ومش راجع تاني سافر برا مصر؟ أوروبا وزمان ونسي كل اللي هنا تبتكذب علي؟ سكوتت أنا اللي مصفروا بأيدي سعيد جي في الآخر وما كانش أغنده غير حل من اتنين يا يتسجن يا يهرم سعيد هيرجع وراح بتأبوك هيرجع؟ جايز كمان عشرة خمستاشر سنة أعزة انت بتعيطي؟ انت مش بتقوليني مش يشوفوا تقني؟ أنا السبب انت سبب في إيه بس؟ في إنه سافر أنا اللي جرحته بكلامي احتروا كلام صعب أولاً كلام إيه وصعب إيه؟ سعيد سافر عشان نصب على كل الناس ولما دقت بيه هرب أنا صاحب وعارف كل حاجة عنه وعمره ما جاب صرتك بكلمة انت بتقول كده عشان تكررني فيه وتصبرني؟ أنا بقول كده علشان ما تعشيش في الوه صاحبان علي الحب ده كل يروح لوحد ما يستهلوش تأصلي زي بتتكلم عن صاحبك كده؟ علشان عارفه وعياتك ده مقصر فيه وحسسني يا قديس عيد ما بيفهمش وأنا بحس هم يضربوا فيه وهو يعيني يسره وأنا اللي انكوت بنار الحب ده شكله كان خارج من العباسي وانت يعطي تفرج عليه هو بيضرب؟ أنا ياختي بصيت حوالي لقيت الناس كلها بتبص علي مشيت ضر الجلة ملاحيز لبقوا عملك الشاي لأ الشاي ايه عاضي قديني ياختي عادين بين الساير تصدق يا زوزة ان قعدتك حلوة؟ ربنا يخليكي يا عنايات بس المؤخذة يعني ياختي سامحيني هو انت كنت جاي عايزة حاجة؟ أنا ياختي قلت كده في عقلي بالي يبنت عزبت تحتتي دي شكلها كده جادعة ولاززوزة ليه ما نبقاش اصحاب؟ وبيني وبينك بقى اليومين دول الاصحاب الكويسين بقوا عاملين زي اخدار السف قليلين يعني اللي اخدار؟ وسفي كمان؟ تبقوا لي يا اختي من جاية ولا حتى بقى لحة؟ الله يخرب بيت لاززتك يا عزة ده انت دمك شرباط انت عارفة ان اليومين اللي فاتوا دول كنتم صاحبة البت سامارة بس اتضايقت منها لقيتها طول ما هيقعدة بتجيب في سيرة الناس تقولك مش عارفة مين مساحبة فلان ومعرفش مين اخوها قفشة مع علان وانا بحبش العادة اللي فاسرت الناس دي هتتجوزة هيق ونرتاح منها يمكن ربنا يهديها بقى وتتلهف بيتها ماريتش عليها حاجة؟ فاشر ده انت آلف انت بتسألي ليه؟ تكونش يا بيت معلقة حد من ورانا ورحنا مش داريانين؟ انا؟ اه افتكرت انا شفتك عالسلم وانتوقفة مع الوضع انتخ عنايت مش لها قاليك اللف والداران اتطمني يا اختي ماليش فيه لا حازبي انتخى يا حبيبتي ده حكاية ورح اتلحالها خلاص انا ياما عايزة اتجوز وهو يا اختي عايزة قضيها قلت له لا يا حياتي يلا انت من سكة وانا من سكة مهبيني وبينك لساني الناس ما برحمش كده يعنيات الصحة مفيش حسن منه وعماد اصلا بني قدم مش كويس يا اختي هو غربة لا اعرف انا مليش في الجو ده هي الوحدة مننا عايزة ايه غير الساتر ربنا يسترها علينا يا رب اقولك حاجة يا بيت والله العظيم ده انا قلب اتفتح لك لا 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 احنا لازم بقى نزور بعض على طول ابو يومي مش بيخلينا نزور حد بيتعالي انت ليه هم محبسينك لا اهم اللي بروح الشغل وهو الشغل ده خروج بقولك ايه بتيجي معي حنة البت سمارة يلا يا ابن الكلب يا سافل نعم رغواتا بسكليتا بيتا قطمة كده ملكيش دعوة بعنايات دي خالص هو انت وتحبزوني لا هاعرفها وهو هروح حنة سمارة اتخنقت اتخنقت لو انا مش بني قدمة ولو مش عايزها تيجيب ترودي هانتس يا بتي يا موكوسة فهمي ما ينفعش البنات صاحب ستان ليه؟ ما اللي عندي اكتر من واحدة من صحابي في المصنع متجوزة وبنتكلم عادي هم واحدة واحدة بيبعدوا كده عشان فيه كلام ما يعرفوش يقولوه قدامكو فابعد يعني عنايات دي خالص دي عناها باكحة يا ابن ما ليه الصاحبات خالص من البيت للمصنع ولا بخرج ولا ليه يا جلة شلت ايه ونيلت ايه؟ اللي بقول عليها تسمع ولا والله حيقول لابوكي ما هو الخوف كله من ابوكي ما لبويا بقى؟ مفيش لا قولي ولا انت لسه فاكراني عيلة صغيرة طب حقولك بس الكلام اللي حقولهولك ده كأنك ما سمعتيهوش ما تعديهوش تاني حاضر قولي بقى يلا شوقتيني انا كل يوم بكبر وابوكي زي ما هو معنايات صغيرة وحلوة عايزة انا نسحى من النوم نلاقيها مرات ابوكي؟ خلاص ياما بس بشرط اروح انت سمارة روحي بس اتعي رجلها من هنا وما تمشيهاش فاهمة؟ فاهمة ياما خشي ايه في ايه؟ هو ايه دي اخت اللي فيه ايه؟ الباب لازم يتقافل ما انت شايفة البنات قلعة ازاي؟ يخرب بيوتكو اللي عنويف نفسوكو ده؟ عبال حنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 يا روح يا روح بقول لك يا الموبايل ده على حاجات مهمة قوي عايزة شيلها عندي حقب اللي عندك بس لان هبيعو أجيب موبايل جديد وقالوا لي بقى أني انت اللي بتفهم في الحاجات دي أنا بفهم بس اللي يفهم شوفي بقى احنا هناخد الحاجات اللي على الموبايل ننقلها على السجلية زي ده هو هحطولك في الفلاشة طب وانا دول هشغالهم ازاي؟ لا معهم عشان يشتغلوا محتاجين كمبيوتر فانا هاخد هاملك عندي وأول ما تشتري موبايل جديد تعالي وانا نقرهم لك أيوا هو ده الله ينور عليك بس بقولك إيه الحاجات اللي على الموبايل دي حاجات خصة جدا يعني عيب حد يشوفها دي سمعة ناس انت هتشوف الحاجات دي وانت بتنقلها بس مش عايزة حد يعرف اللي انت شفته لا هيك حاجات خاصة على فكرة انا ممكن ننقلهم مجدر ما نشوفهم لا يا أخوي عادي انت مننا وعلينا أنا مسامحاك بس ينفعش حد غيرك يشوفها ربنا ما يسقط لك ويندوز اسم الله عليك اسم الله و ألف ماشاء الله كمان عليك اسم الله عليك اسم الله يا جامد انت يا سام باتيك بيه يا عبدالله بيقولك درجة حرارة الحرام 120 فرهن هاي جدك حمم ما تشيلك ما تتلم يا عبدالله ولا نديلك عواطف يا بيت الشغل البيئة دا انت هتتلزقي ولا ايه يا زمم يا عسل و اسم الله عليك اسم الله ألف ماشاء تعزها اخي باع scratched związتني عايزي ايه يا عبدالله انا بس عايزي فهم هشوف ياصله جرا اللوحة كم دا الله ما تقولي حاجة فيئي اى يا بجامجغل لا اطلع علي انه برا زي بنا بس افج هيه يلاوي الحوام مت painful يا واطف أبيت انت ولا انا بطعه المت LISA Ultra مردون مانバイ صورة يا خبابت يا لا يا واطم مان وقم أوغ يا واطم يا واطم يا واطم الحقيني يا واطم ابتك عبدالك يا منسنيه دبني سلم وكاناهي سامونى بص علي عنا انت هو بص علي دب علي قم في قمت اه Gibbs لو عبد انت هو قول! لاب من الأفضل! بس يا الله! اللي حيرفعه اللي أنا عبدالله هضاءها هيبعد عنابي يا الله! والله عبدالله! انكلاب اللي قلته عزت صح! لو والله عاما دي كتابة! كتابة! أنا شايفه وداخل وورا عابتها! اخرز يا سلم اللي هو اعتارك في الحارة! در ايه معابدي! يا عبدالله! انت يا ولا عبدالله! يا رجل سلم! ايه! فاكريني ملها الشهل ولا يا عاما! خلاص يا رجل! يا سلم! يا شلم! هيا دي اللي همك! اسم الله عليك اسم الله والف ماشاء الله كمال عليك اسم الله عليك شمال الله يا جامد انت يا سم باتيك ايه يا عبدالله! بيقولي بدرجة حرارة الحرام 120 فرحل هاي! جدك حمم ما تشيلك! ما تتلم يا عبدالله! ولا نديلك عواطف! يا بيت الشغل البيئة ده انت يا هتتلزاي ولا ايه? يا سم! يا عسل! يا سلم! واسم الله عليك اسم الله ألف ماشاء! اتعزة! يا خيب على خفضتني! عايز ايه يا عبدالله! انا بس عايز ايه في موضوع! اخلاك جرى لوحكا! ده انا ما هتولي حاجة! فيه ايه ايه ايه! فيه ايه ايه! فيه ايه ايه! فيه ايه ايه! يا لوي الحوام! انت هتصوط يا بيت انت ولا ايه! يا اوه! انا ما تاخت من الكثب بترسيله! همولة انت بنين يا خبانك! يا له! يا واطف يا بتكلب! يا واطف! يا واطف! يا واطف! يا واطف! اللي حيارفها اللي أنا عبدالله هضحانه هي بتعنابي يا الله والله عبدالله الكلام لقيته عزت صح لو والله عام ما تكتابها تكتاب انا شايفه وداخل وورا عبتها اخرز يا سلمة لو اعترك في الخارف در ايام عبده والله عبدالله انت والله عبدالله ايه فاكرين مالهج أهل ولا يا علم خلاص يا راجب جاد سليمة يا سلم هي دي اللي همك جاد سليمة هستندهاها لما تجي محضوبة دي ومك قاعد شباب بله العظم لاتباحك ويمين على يمينك يا راجب لو ايدك اتمدت على ابني لك سرهالة ابني انا اولى بتربيته ادلنا الكلام يا واطي تدربين يوم عشد البيت الكتابة دي؟ اهو اهو يا حارة متزورة عني انا بترقص واحد ما عرفش مين يا مستي وجاد عندي والشرف نقح يا اختي دارفت احدك بدلا ما تبلغ الله اشرف منك تعياتش يا خليل بتاعت اهو اهو والحارة كلها اعرفها اهو يوم سيبدي يوم سيبدي يلهوي عزم يهEverything اشتركوا في القناة راح فينا بيت عز رايح الشغل والله عظيم من هنا ورايح مفيش شغل يلا جغير هدومك يلا اخفي من قدامي حاضر ليه كده بس يا رجل اسكت انترى اخرى انا مش معصك يعني لما تقعدها في البيت حنجوزها منين وانت فاكرا ان بنتك هتتجوز بعد فضحتها ما بقت بجلاجل في الحارة انا عايز الناس تنسى وإلا كل يوم حيطلع لها الف واحد زي عبدالله المرة اللي فاتت جات سليمة حانتش دا من المرة الجاية اللي يحصل خلاص اللي تشوفه يا اخوي ويكون في علمك من هنا ورايح وانا خارج حاقفل عليكم بالمفتاح لا تروحوا لحد ولا حد يجيلكوا الله تبوا طلباتنا ومصالحنا تتوقف كل الحاجات دي لغاية ما الناس تنسى وان كان على طلباتكو وحبقان اجيبها لكم انت مش شايف انك مزودها حبتين؟ انا قلت اللي عندي عتدال عندي الكلمة تانية يبقى هدومكو على بتا خوكي انا لازم اخلص عليها واخرص ايه استموت موت انا انا بنتي مغلطتش في حاجة مغلطتش الناس كلها شافوا لحمها وتقولي لي مغلطتش اللي يدور اليك موانسا معاها فاشر دا احنا اشرف من الشرف كل البنات بترقص في حنة صاحباتها الزنب كله على اللي صور ووزع الثور دا اللي ترك معاه ومين اللي صور؟ وانا اشعرفني كلهم كانوا بيصوروا كلهم كانوا بيتصوروا وإن اللي ودها هناك اصلا؟ النصيب والقدر ادي الله واني حكمته انا دول عمري مامشي في الحرارة في عرازي الفوق وبدباها النديل نضيف ولسه ديلك نضيف محدش عفره هوري وشي للناس الزاي بعد ما شافواه هي كده انا لازم اقتله لا لا يا راجب انت لازم تدور على اللي فضحها وفضحك ومين اللي فضحها؟ اكيد عبدالله عارف خلاص يبقى نزل اللي عبدالله وقتله انت عاو استموت اي حد وخلاص استهدى بالله يا راجب واستغفر ربنا ويدويل وفك الكرب اللي احنا فيه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رجب استغفر الله العظيم اهلا نعمات اخيرا ردت علي وجسلي بعد ما لوعتني وهجرتني قولي والله اهجورك ايه التطور الجامد اللي في شخصيتك ده لا يا حبيبي شخصيتي زي الفل بس انت اللي بتهجره تبيع عنايات عايزت صاحبي عزة ليه عنايات يا نهرك اسود ومنيل انت هزس طولك وجايل حد هنا عشان تقولي انت مصاحبة عزة ليه عنايات ايش عرفك؟ قابلتها ها؟ رد على يا عنايات مالكه ما العزة يا شيخ اله يخرب بيتك على بيت عزة في ساعة واحدة اله تتكتم وما تنطقه انت ايه ما بتحسش ما عندكش دم؟ وانا اللي فاكرا ان انت جاي عندي هنا يا عماد عشان تصالحني؟ تصدق قلبي ده هطلع واخرطه قدامي؟ كفاية لوك لوك وهتم الاخر كده يا عماد؟ خلاص؟ بسي تعنونة؟ بني قدم الوحيدة اللي حبيتك في الدنيا؟ ده انا كل يوم باسمع كلام عليها في الحرة زي السم وببلعه واسكت عشان خطرك ده الصغير قبل الكبير بقى فاكرني رخيصة ماشي يا عماد خلاص امشي وانا ما بقتش حبك يلا مشي مش عايز اشوفك تاني ولا اسمع صوتك بس ما تمشي صدق دمعك انت هتفر من عيني يا لهوي يا لهوي ده مين؟ حد من الجران شافك؟ لا يكون زالت اخوية يا بنت في اي عادي؟ ما تقولي ان انا اجيبلك الجمعية جمعية اوزفت ايه؟ هو الكلام ده بقى بيخلع يا حبي يا بس ايه؟ 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 ميساك الجمال والزوق ممعليش يا اخوية؟ ماتاكذنيش قصي مش قادر اقولك تفضل عشان انا قادى لوحد صلطة اخوية مش هنا لا ده انا احترم الكلام ده قوي انا بصراحة بقى لي فترة مستني قلت يمكن الصدفة تجيبك المحل لكن ما حصلش فقلت في عقلي بالي يا فرغالي قايس واطلع كلمها تكلمني؟ هتكلمني في ايه خير؟ تكونش عايز تعمل معي يا جامعية انت كمان ولا ايه؟ الله جامعية هي حاجة زي كده بس جامعية بيني وبينك ونقبضها سوا جرائه يا راجل يا شايب يا عايب احترم نفسك بدل ما فرج عليك اللي طالع واللي نزل وخلي ايومك اسود الله ليه كده؟ هوا اهدل ليه كده؟ مش عايبة عليك تجي تخبص على باب بتي وانا قاعدة لوحدي وتعاكسني هي النخوة رحت فان؟ لا 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 احنا اتفهمنا غلط خالص انا رايدك في الحلالة ست الستات وانا بصراحة لمحتي للمعلم زلطة اكتر من مرة لكن دماغه متأيفة على دايق مفهمش واللي رايد الحلال يا معلم يجي برضو يا اخويا كده على باب بيتي بطوله منا ام ماتت حجيب مم معايا يعني خلاص روح على اجانس العربيات هاتزلط اخويا في ايدك وتنك جاي على طول من عين دي ومن عين دي اه دي بقى صنية بسبوسة بالسامنة البلدي تستهل بقك لا البسبوسة دي بقى تجيبها وانت جاي انت واخويا زلطة زلطة السلام عليكم ، عليكم السلام هاااس سمعت ؟ ولا جبهلك يسماعك تاني؟ لا اسمعت يا اختي ربنا هن سعيد بسعيدة ده قادي بالعافية اه نسيت انا اصلا ام كنت عاد احد من الموضوع ده ليه بس هنعلم زلطة يا سيت عنات برضو مش تبقى اختك ما اختي يا عم وكل حاجة اه بس يكون في معلومكو انا مس هدفع سلم في الموضوع ده لا يا اخو يا دفيع ليه يا ودى تفيع بجد يا تك خايبة انت لو قيتني ارشي هتاخدني ام تابدت بالعزن وانت معروسك اه الله اكبر اجمل كلمة قالت في القعدة دي عريسك وبعدين يا زلوط يا اخويا احنا مش مطلوب منك اي حاجة اللي اقولي يا معلم هو انت يا اخي لو ربنا كتاب لنا وتجوزنا ابنك المحروز بقى هيقعد معانا ولا هيقعد برا طبعا هيقعد معانا اه قلتلي بقى يعني انت بتدور على واحدة اخدمك انت وابنك لاه انت كده خلتل شكلها وحش انا عاوز نعمل بيت علينا احنا التلاتة انا وانتي وسلامة انا لو عاوز خدامة ما جيش هنا اسيت الكل طب لما اخذ بقى يا معلم من حق اخد ودي معروحي كده وبعدين بقى رد عليك ولا ايه هو احنا مش هنخلص من الحدوطة اللي بقى يخد ايه ملك يا اخويا تاكل في نفسك كده ليه شايف نفسك على ايه؟ هو اللي خلقك ما خلقش غيرك؟ لو انت فاكراني ان انا بتدل عليكي انا بقيت لما شوفك بيجي لي خنقه خنقه لما تخنقك سد انا اللي غلطانة اني جيت لك اصلك صعبت علي من بعد اللي حصل لعزة قلت لازم يجي برضه اخد بخاطرك ايه اللي حصل لعزة؟ هو انت مادرتش شكلها كده ما قلتلكش يمكن مكسوفة ما بيني وبينك بقى لازم تتكزف ده واحدة غيرك اتهجت من الحرة من بعد اللي حصل انت عايزة تلعبي بعصابي؟ ما تقولي ايه اللي حصل؟ لا ده انت كده بقى شكلك نايم على اودانك ده كتفضيحها بجلاجل اشتركوا في القناة هلو هلو ردي يا حيوان ردي يا واطئة ابن الواطن ردي يا جسم ردي يا اخيوان ردي يا انت لا ات افتركوا في القناة رح بوح جيد ردي يا انا اخيوان لا تلهي.. لا تهديك.. مهارم سباة ما هيه! tearمينو بست.. اه getirستك.. ومهاراتي كنين يو مهارم سباة.. اهيه! تهديك! تعاليك.. لا تهديك.. مهارا.. اه سباة.. كريبة.. إلي قابك باليال كده.. وفين كوزي كده.. يستوى.. اللي اعم.. ها ها! أخوش يا فراسك على موبايل واحد صاحبه فجي وقال له ديomme الناس الي انت منسبهم كنت فكرة كي جاءتوا فى جنب ي merekaBooc تقول له أكسر ما تغلطش ياب يا شيك حرام عليك يا حرام عليك انا هتطلق وعيالي حيتشردوا بسببك بسبب أي لأ؟ ولا كنت عملتي يا شمد كله فضحتشنا فى الحتى وبقى اسرتك على كل لسان عايزة تعملي ايه؟ أكتر م Lyz وאuna رجعت لكوا على كتى في قاية ياريتك كنتي عملتي كده كان ساعتها ابوكي دبحك وتواكي ومحدش دري عنك بأي حاجة لكن عديتك دي في وشنا هي اللي أحرانا يوه! انتي عايزة يا كريمة ولعلكم دمسية شون تبداعوا بس! بس انتي وية! هي! ما حتكوش دم! يلا! تخندوا! يا تدات! عايزة ايه عواطف؟ انت عابدت عزكي في كلمتين هو عاد في كلامي يتقال بعد اللي جرى وبعدين انا ماينفعش هقف في الشارع رجب محرج علي دي انا ما صدقت اني وافق انزل اقص على اخوي طلط علي نقعد جوا شوي قول غسيل! خلاص بقى بعديد! تعالي تعالي! نسك! ناتش! عامل ايه! تعالي اعتدالي! تعالي حابدتي! بنت يا شروق! روح العابي برا يالتي! انا عندي انت حان دكرة يام! طب ومذكر يا اختفرودة التانية! يوه! مش يا بيت! هعلع على شاي واجيلة! مش عايزة لا شاي ولا قهوة! هيبي اعتدالتي جيبتي ومتاخديش واجب! والله يا عاطف ما عايزة اشرب حاجة! خلاص يا اختي برا حدك وفرتي! بحشان يا حبابتي! باقولك ايه! كان بيت اعزة وتروحش شغلها! ما بيش اشوفها وخلص في الشارع! يعني عاجبك اللي عمل وابنك فينا ده! رجب حبسني انا وهي! وبيقفل علينا الباب المفتاح! وبس كريمة مغضبها! ويمكن يطلقها من تحت رأس الموضوع ده! طب ما علي الشاي اختي! بس بقى! بس بقى لي عيض! بس! بس بقى! وانسي اللي حاصل! مناش حيلة فيه! ازاي عواطف! الراجل حيتجنن! بقى عامل زي السبع المجروح! انا خايفة يعمل في البيت حاجة! بقى دي اخرت العشرة والجيرة! يعملوها الصغار ويعوفيها الكبار! بقولك ايه اعتدال! ما تسايسيها ولاي! فكي خلي ينسى الحكاية دي! في ايه! انا هعلمك يا دولا! يا اختي ولا طيق يبصلي! ولا طيق حد من اساسه! كلامه كله زعق وشغط! وقى بقى لو عزة عدت من قدام! ولازم يجتمها! بساعات يضربها كمان! بس سابق تخرج اهو! يعني فك شوي! يا اختي ده انا لول اخويا نايم على ظهره بعد عنك عنده عرق النسى! ما كانش خلاني اخره! ده انا عدت اتحايل عليها يوم بحاله لغاية مريضي اروح اطول عليها! مش يا اعتدال! انا حجيلكو شوي! مشوف اخريتها ايه مع الراجل ده! بس انا معرفش حاجة! اه انا خايف اقوله يهب في! حجيلكو بعد المغرب! رايحة فيه! رايحة افتح الباب! انا ازلتلك? لا! خلاص ارجع ما كم ما كنتي! طب ولي على الباب! سيبك من الباب ولي عزيف تغوري مال! حاضر! مين! انا عواطف افتح يا راجب! عايزة يا عواطف! عايزة يا عواطف! عايزة اتكلم معك كلمتين! ايه فيه يا راجب! مفيش كلام بيني وبينك! الكلام خلاص بح! بقولك ايه! رحوصوا لنافسك خلينا نتكلم! طول عمري بقول عليك راجل عائل! وابنك لعز نفوخي! خلاني ده رابط! ليه! هو ابن اللي كان صورها! ولا ابن اللي كان رقاصها! ولا ابن اللي كان وزع صورها! يو بس الناس كانت ساجدة! وانا ما كنتش عارف حاجة! ابنك خلها على عينك يا تاغر! عايزة ايه قطر من كده! قسم بالله العظيم! ان انا لولا عامل حساب الجير اللي كنت موته! خلاص بقى! سيبك من ابني قطع ابني وسنينه! انا جاي طيب خاطرك! قولي تفضلي يا عواطف! لا مش هقولك يا عواطف! عايزة تدقول يا عواطف! زوقيني وخشي! وانا حصوت ولمي عليك الناس! وقول جاية تتهجم علي! تسدى اذاك راجل ناقص! وانا غلطانة اني جاية حاني قلبك على بنتك! انا غلطانة ان انا عبرتك! في الجزمة! قلبي معاك يا راجب يا اخويا! عيال ولا الكلب! الناس دي ايه! الاخلاق خلاص تشارف من صدورها! بنت زي الفل! اخلاق ايه وادب ايه! مفيش بعد كده! يوم يعملوا معاها كده! اه انا يعمل ايه يا امه المفرغالي! انا كنت بقول انا يا امه المفرغالي! ان انا ليه يا شويا! يعني ان احنا نقطع لسنت الناس دي! وعشم ايه! انك كنت تساعدني في الحكاية دي! انا معاك! قولي انت عايزيه! وانا من عيني دي! ومن عيني دي! يعني ايه! كنت بقولي يعني ان احنا نعلن معادي الفرح! ونعمل زيتة وزنباليتة كده! عشان كل حي يحط لسانك وابوقه! حين الحال! بس انت عارف ولا مؤخزن للالفين جنيه اللي كانوا معايا! خدهم ساعد وطار! ولا يهمك! الفين جنيه ايه! وبتاع ايه! بس كنت انت يعني بتكلم عالشبكة والمهر والحاجات دي! لا لا ما تقلقش بالك خالص! لا 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 ازاي! احنا برضو هنعمل اللي علينا! انت عشرة عمري يا راجب يا اخويا! وهزة بنت اصول! لو كان علي انا اتقلها بالذهب! استنى! حاضر! اسمع اقول لكم! انا نزلت المعلم فارغالي عشان اتفهمها على محاد الفرح! عشان نخلص من الحكاية دي بقى ونقتاح! اللي تشوفه صح اعمله يا اخوي! ونعمل كلام ياضا! خلي الحكاية دي تتقفل بقى! وانت ما بترديش ليه! اللي تشوفوه! هو انا ليا رأي! شوف البيض! ما تقصدش! هي تقصد يعني ان الرأي رأيك والشرى شورتك! اعملي غادة بكرة! انا عازم فارغالي وابنه عشان نحدد معاهات! انا عازل الخميس الجاي! مش هنلحق نعمل حاجة! عنوكم اعملت اي نيلة! ايه اللي انا اقوله هو اللي تسمعه بس! مبروك يا روسة! من فرحتها! من فرحتها والله يا اخوي! السلام عليكم! وعليكم السلام! اهلا 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 انا معلم راجبة تفضل! انا لا تفضل ولا حاجة! انا بس جاي اقولكو! اعملو حسابكو ان انتو معزومين عالقادة عندي من الارضة! يدوم العيس يا ندم يا اخوي! اقول نزومو بس! ازاي بقى يا سيبرخالي! احنا بديك الساعة ان احنا نبقى عائلة واحدة! انا مش جاي! ليه كده يا سلام يا ابني! طب ده ايه اللي عيسو ما دي يقول لها؟ ما انا عارف انها عشاني! عشان كده مش جاي! خلاص! روح انت يا رجب وانا هتكلم مع سلامة! لا مايروحش! لسه في كلمتين عايز اقولهم! لحسن يكون فكرني يا عبيت ولا حاجة! لا يا ابني لا سمح الله! العبيت ولا حاجة! ده انت اسيد الناس! استنى! في كلمتين عايز اقولهم! انا محاش اشتريه بغدوة! بصبت فجأة انك هتلزق لي بنتك بالغدوة هيبقى بتحلم! انا راجل حر! وما باش اتجاوز واحدة! بعد ما الحرب كل اطف راجل على لحمها! انا فهم انك عايز تتسطر بنتك بعد الفضيحة! بس مش عليها فاية! اخرص يا علي! بس يا ابا تراحر ما سدهت وجوادي وعايز تبسني فيها! انا كنت هتجاوز عالت عشان فكرها متربية! لكن انت معايز تسطر ببنتك يا راجل! قطر خير! قطر خير يا راسي سلامي! سنكنش يقول اسمعني انك تسمعني كلمتين جولو! هنزنوني! اسمعني بس يا جلب! ده عيني الحمار ما عينش اللي بيقولو! بس! بس! بس يا اسفر! انا اسمعت ان الله! يحطيني لهم وكلهم! ويش عينك! ويش عينك السلام! السلام عليكم! بس! ليه يا ابني تحرق دم الراجل! كنت تقول انك مش عاوز وانا كنت تصرفه بالحسنة! كان لازم اسمعك كلمتين دول! وانا كدر تحت! انت جيت يا رجب! وعيكونوا طلعين وراك! احنا لسه قدامنا نص ساعة لغاية الغدا ما يجهز! قدلو ايه؟ قدلو ايه؟ قدلو ايه؟ اللي عملتين! كل اللي عملتين دلو ايه اعتدال! قدلو ايه؟ اخير يا اخوي! ما لك! إيه اللي حصل؟ اذا سمعتtıなるهم الي ما كنت تخير اني حسمها! قدل! قدلتها واعتدال! قدلتها! ارتحتها اعزة لما قدلتها أبوكي 5000 ها مرديش اتجاوزك سأنا مرديش اتجاوزك ببلغش عزا وقال لي ان انا معرفتش عربيك انا انا معرفتش عربيك عزا انا انا معرفتش عربيك عزا من انا معرفتش عزا انا معرفتش عزا وإيه عامل إيدي باتي؟ الدكتوري الدهة حونة تهديها وألسب وهاتنام طيب وبعدين يا رجب إنت نوت في إدها؟ يعني يعمل لها إيه وما يخشي طبطب عليها بلا كمني بنات بقولك إيه كريمة اللي هتقولي كلمة عيدلة هتخشي تعالي جنب عيائي يعني كلمة هنا اللي وقفت في الزر دي لو عندها درنك هيتموتت نفسها وريحيتنا كريمة أنا عارف كويس قوي أنا ربيت بنتي إزاي وإذا كنت معرفتش يا ربيها ما معرفتش يا ربيك إنت كمان بس أنا عمري ما غلطت يا أبا واختك كمان ما غلطتش وإن كنت زعاتلها وحبستها فأنا من قريتي وكسرت نفسي إنما أنا من جوية عارف ومتأكد إنها مصلومة وإذا كان جوزك وحشك روحيلي وقوليلي إنك تبرتي منينا يا با أنا ما قصدش حاجة أنت تخشي لأختك دلوقتي تبوسي راسها والطبطب عليها مش هنعلعلها المشاني وكلنا عين العقل يا خبه هوا أنت مش عندك عفشك القديم من جواستك الأولانية إه 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 إه؟ بيتقول إيه يا معلم سمعني يا أخويا كده تانا سوعت على وداني وأنا صغيرة لا بقولي يعني إن إحنا نوضب العفش ده لو حاجة مكسورة فيه أو اللي حاجة نجيب لها نجار ونوضبه وندهنه ويبقى كأنه جديد آه وكمان سقتك صغيرة يعني مش سالح تاجه الصفرة عدا هنا ها وأخدها هنا صفرة إيه؟ جرائه إنت وهو إنتوا بتقسموا الحاجة بتاعتي وأنا قعدة مش عايزين تاخدوا حتتين استيها بالمرة إنتوا هتورثوني؟ شوفوا بقى إنت وهو مفيش أشايا هتطلع من البيت ده آه وأنا إيش ضمني يا معلم إني بعد ما تجاوزك يا أخويا ما يحصلش بيني وبينك مشكلة أروح أنا فين بعدها هتربف الشارع يا بيت يا بيت أحب عليك وحب عليك تسلم يا رايز زلوت هو من ده اللي يسلم؟ وده إنت خليك في حالك؟ موضوع الصفرة جات شنو من دماغك خالص؟ شقاسي يا حبيب إنت وهو هتتقفل على الحاجة اللي فيها خلاصة بقى أبصوا عصانات خلاصة من الموضوع ده أولوحوا في بعض أنا أصيبكم ومصي غور أنا مش عاوزة تزع علي نفسك أنا حاجب لك قدة نوم جديدة واحدتين العفش اللي عندي نوضبهم وخلاص مش يا معلم بس أنا يا أخوة مش هوافق كده غميدي ده أنا لازم أجي الشقة واشوف كل حاجة بنفسي ده تبقى ساعد ساعد لما تخطي برجلك هتا بتشقدي ولي طلب كمان وطلب بقى عندي أهم من العفش ومن أي حاجة علاية الجوز الشقة كلها تتبيض الشقة كلها؟ مش كتير أنا بقول إن لم المساريف وأي قرش نوفره إحنا أولى بيه ماشي يا معلم يبقى قط النوم بعتت بايد بامبة غالية غالية والطلب الرخيص كن فرصة موسيقى غالية موسيقى افاق أصلي غسيلك ما بيعجبنيش خير ملع الباب كده معلش أصلي زي ما أنت شافة كده الشقة مكركبة وعايزة الحق أخسر الهدمتين قبل ما الشمس تنزل يا هنات، عايزة الجمعية؟ لا يا حبيبي جمعية ده إيه؟ أنا جاي أعزمك على فرحي على الأسطفة أرغالي بس خايف يا بقى يوم هيبقى عندك غسيل لا إزاي؟ هجيلك طبعاً، ده أنت أخت عزيزة ربنا هنس عيد بسعيدة بصراحة كان نفسي أردها لك بس نعمل إيه بقى؟ الصنيورة اللي كان عليها العين طلعت أكشة وفتحتها بجلاجل أنا مش عارفة إيه اللي حصل لبناتي اليومين دول سبحان الله بقى دلوقتي عزة سريتها على كل لسان وإنت إيه؟ أنا أشرف مش شرف واللي هيقول غير كده ملوش عندي غير ضرب الجسمة وعلى دماغه آه يا حبيبي، أنا لا ليه يا كلب بعنت؟ ولا حد زنقني تحت السلم تنصدق بي الله؟ أنا دلوقتي بس اتأكدت إن فرغالي عمل حاجة صودة في حياته وربنا بيخلصها منه لا 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 كتير كتير هزوم شوية ده دوبك وش نظافة آخري هنزل لك خمسين جنيه وكمان عمل لك شغل نديم تحتى في الوم طلع جديد لا قديد ولا قديم العروس أطلبها بامة زي الفول تحب نبتدي إمتا؟ من بكرة؟ أنا هجيب قط النوم الجديدة عشان تتفرش على نظافة إيدك بقى على عربون ساتر افضل قدم الجنيه وده إحنا مع بعضينا ببنا أجعل عدم الساعد عليك هم تبقى على بعشرة باطل سمعين أه ألف ألف سلامة حبيبي سلامة يا سيدي ورحمة الله وبركاته بامبة عمل لها القوضة بامبة وده من أيدي كله مش عروسة؟ يعني عوذنا بيتها على سرير أمك سيبك من أمي دلوقتي وقول لي هعمل أنا إيه؟ ما الراجل جالك لغاية عندك وإنت اللي ركبت الجحش وقلت لأ عملتني فيها السبع رجالة بعد ما جاتلك مع الشارة يعني هقعد كده يا أبا من غير الجواز؟ أنا ما أسرتش في حاجة أنا مشيت معاك للآخر قول لي عايزنا أعمل لك إيه تاني ما انت هستعمل أهو؟ رايح في الجوز دور على العروسة تانية وأنا معاك بره ما بلاها الجوازة دي يا أبا؟ ده انت عين قتم هو لا منك ولا تفاق عنات حايمة معلم فرغالك لا 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 ما بحبش كده أنا لسه لا تكتب علي كتاب ولا دخلتلك بيت من أصل وتعتبدأها كنت فين وتأخرتي ليه؟ مش إحنا قرينا فتحة واتفقنا حتى لو برضو لا أنا يا حبيبي لا بحب الحبسة ولا الخنقة دي ما نفعش فيها للازق ولا خياطة ما بلاش المستعمل يا أبا؟ خليك في شغلك يا سلامة كنا بنقول إيه يا جميل؟ كنا بنقول تعرف طبعي وتمشي عليه آه أنا جوز الأولان اتطلقت منه عشان الكلمتين السم دول وهو يعني عيب إن أنا أتطمن عليك إيه؟ ده أنت حتى المفروض تفرح إن أنا باسأل عنك آه أفرح أفرح بحاجة حلوة تدخل علي بيها بفصحة حلوة مش بكنت فن واتأخرتي ليه؟ بقول لك يا معلم فرغالي إحنا لسه يا حبيبي عالبار آه يعني لو مش عاجبك كل واحد فينا يشوف مصلحت مصلحت معك إنت يا جميل أنا اتفقت مع النقاش حيجي من بكرة يشتغل بامبة بامبة ذا تسلم لي يا معركة بقولك إيه؟ ها مش هتيجي تشوف العفش قبل ما النقاش يكومه وما تعرفيش تشوفيه آخر النهار يا معركة حاب أجي عشان أشوف بس هجيب معي أخي زلط زلطة، القعب لنا الفاردة دي مش نافعة يا أبن خير يا عمد يا ابني أول مرة تزوهم وإن شاء الله هزورك كتير يا عمي تقانس وتشرف عمي أنا 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 هيسعدني وشرفني أطلب إيد بنتك بنتنا؟ مين؟ الأنس عز عز بدي شربطي عتدال يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً والله العظيم أنت من أطيب الناس اللي لوحد يعرفكم بس ما عناش عنا غير كل خير نعم يا حاج هاتلنا هاتلنا كبتين شاي حاول يا عمي ما مش كان شربط؟ أهلاً احنا حنشرب بس الشاي الأول شوف يا عمي إيه عمي؟ أنت غيرت رأيك أو إيه؟ للحيانة مغيرتش رأيك أو الحيانة بس شوف يا عمد يا ابني والنسب أقونا قالوا أن الناسب ده زي اللبن الحريق أي حاجة صغيرة قد كده ممكن تعكره وكان فيه يعني موضوع كده حصل مع عزم من فترة كنت أحب أنك أنت تعرفه قصدك موضوع الكليب وعبدالله بن عواطف أنت عارفه؟ أيه عارف يا عمي قصد يعني أنت كنت تعرفه قبل ما تيجي ويسعدني ويشرفني أطلب إيد الأنسة عزة السكة على الشيعة تدل وخليش أرباط لا يا أم قالوا مش موافقة على الجوازة دي نعم يا أختي بتقولي إيه سمعيني كده ده أنت تحملي ربنا وتبصي إيدك وشي وظهر أن في حد جالك معلشان كده أنا مش عايزة ده شايفها جوازة رخيصة وعايز تجوزني شافقة يا حبيبتي يا حبيبتي أنت ست البنات غيرش هو بس النصيب يا أم عمد سمعته وحشة وكل الحار أعرف طب أرد أقولك إيه بس ما هي حتيجي في عبي بص يا حبيبتي في رجالة كتير قبل الجواز بتبقى عينهم سايخة بس بعد الجواز ربنا بيهديهم وفي ربنا ما بيهدهمش أبقى أعمل إنا بقى إيه ساعتها الركعة السيت وهي وشطرتها بتخليه ما يبصش بره كالناسي في حد يخرجني بره حارد عدش صباح الخير يا خالتي عماد صباح النور خير يا ابني أنا جاي أخد عزة وديها الشغل أيوة بس عمك راجب طب خش خش يا عميل متشكر افضل يا ابني افضل لو أنت غريب تعالح افضل استريح عميل لك بقى شيء يدوم يا خالتي يدوم يا خالتي فيه يا ولية من اللي جي الصبح بادري كده دعماد جاي وصل عزة الشغل ألبس يا ابا والله يا منعارف صباح الخير يا عم راجب الصباح الخير يا عماد يا ابني ما تقلقش يا عم خلي عزة تجهز أنا هوصلها واجبها انت يبدت ليس توقفة بهدومك ما تخش تغيري الرجل مستعجي سويني سويني جاري أنا وفقت ع الخطوبة دي علشان ما كانش ينفع أقول لا فاهم يا عزة ما هو تفتكر ان بحركة المجدعة اللي كل الحالة سقفتلك عليها دي انك عرفت تضحك علي توقبي ظلمان يا عزة لو فاكر ان انا عملت كده عشان حد يسقفلي او حتى عشان نضحك عليك أما الخطبتني ليه وانت عرف ان متعلق بواحد تاني وصاحبك انت ناشفة كده ليه بيت عشان ما تفتكرش انك ضعفت بعض اللي حاصل انا حزرتك من عنايات وانت اللي ما سمعتش كلامي يعني هي اللي ورا الحكاية دي هيكون مين غيرها يا حيدر الحنة وليه مصلحة فاللي حصل هوي عملت كده عشانك صح؟ يعني كل العذاب اللي انا فيه ده انت السبب فيه فضبينك واجعك فاجت خطبتني مش كده؟ الله يخرب بيت دماغي طلعت الحاجة كويسة اللي انا عملها شكلها اسبالة مش ده اللي حصل ولو انا بفتري عليك عزة عزة انا خطبتك عشان عاجات كتير اقولها ان انا بحبك يا سلام وقعت انا بقى وسخسخت يا ولاد التعابين ماشينا كده في الدنيا عبيتها وانتو عمليين بتتحاكوا علي انا هروح يا بيقى وفوق الخطوبة دي توقبي عبيتها يا عزة استني لحد ما الموضوع يتنسي وساعتها زعايب اعلى صوتك وقل انا مش عايزها ولما انت تسيبيني هتلاقي ألف عريس يتقدمني وساعتها وبخدي اللي يستهلك ساعتني تقدمتي استجدعتك دلوقتي مش طيقاك انا ما عملتش حاجة وحشة وازا كانت حنيات عملت كده علشان تغزني ولا تنتقل منك اللي حاولت احافظ عليك خد يا حبابتي بيختي الناس كلها بتقدم حاجة سائعة احنا غلبة بنفرق شرباط مش عايزة وفارتش هاتي واسوب الله عبدالله نجح في الدبلون خد يا اخويا عبدالله نجح في الدبلون يا حبابتي خد يا عبدالخبايدك اسيوان عبدالله نجح في الدبلون خد يا حبابتي عبدالله نجح في الدبلون خد يا حبيبي شرباط نجاح عبدالله أوقباً فراعي بجوازك جوازك انت الاول وتد نعيمة يا حبابتي يا عبدالله نجح خد عبدالله نجح خد يا عما المليانة اهو خد مبروك يا حبيبي يا عد الهنع يعد الهنع خد في الدبلون شرب يا باسخام حوثام يا عبدالله يخوة مش فارقة او بالعاوضك يدو مازلت الكل؟ بالهنة أحلى شربطلة أحلى يا رايس عبدالله نجح ألف مبروك يا أمو عبدالله يا خبيبي أبا العودك يا أنتخ بصراحة بقى الوقت عبدالله ده عايزين نعمله ليلة كبيرة نجيب له فيها مطرب ورقصات ونفرح بيه ولا على إيه؟ ما ينحرت مالة رقصات انت بتقول لي يا ألا؟ ايه يا عام؟ هد أعضاءك هد كلمك انت هتسخن علينا فضوش على رأبتك بالكسر عاما مش مقدم إيه يا عاما إنت فيه إيه؟ هو اللي على رأسه بطحة ألا عاييه؟ ده أنا اللي هدوه أمان ما يش يا عاما 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 اللي هو الفاتحة في طاقتك سيبني عاما راجع باخد حائل خلاص بها يا عاما دكبر يالله أقسم بالله لو قلت الكلام من فارغ ده تاني لأكون شعاك نصيب الحن يا عامر أجب حيبا ودهاري هسقط عشي خطرك اي انت عامر أجب خلاص ام عبدالله حط دي وراء دهرك يا حبيبي هتريحك متشكل يا حماتي اشرب العصير أسود لك سكر خلاص يا عتدال شوف وراءك ايه حاضر يا خولي ما كانش له لازمال انت عملته مع السالة يا مده كان لازم ده يحصل عشان ما حدش يبصي لها تاني اللي انت عملته ده حيفتح لنا باب مشاكل بالعكس احنا كده بنقفله كده مفيش حد في الحارة هيتجرق ولها كلمة متعجبهاش اللي انت عملته ده يا ابني مش هازكت عندي جهازي خلي الناس ما تتكلمش بصوت عالي اه انما الناس برضو هتفضل تتكلم انا كان يهمني محدش دايقة انا كنت شايف انها تقعد من الشغل ومحدش يشوفها احسن يعني نحبسها في البيت عشان كلام الناس انا هواديها واجبها كل يوم وخلي حد يكلمها في الحارة يا اما العاشة يا اما ولا تسيبي خطيبي من غير ما يتعاش العاشة يا معزة مش هننزل الراجل جعاق انتشلتني من سبع ارض وطلعتني السم لا مش قوي كده ما تضحكنيش بضحك بصت علي وكريمة نايمة جامبي اخص عليك قلتلك ما تضحكنيش لو صحيك مش عارف اكلمي ايو طبعا عايز اتكلمك همار متسلا بيك ليه يمكن سيب عليك اصحاب شركات المحمول قلت تنفعي بس بقى قلتلك ما تضحكنيش طب اعملك اذا كان انا دمي خفيفة ها كنت عايز اتكلميني ليه عشان عشان اشكورك مصل تشكريني بس عزا عايزك تسيبيلي نفسك لحد ما توعي في غرامي ده غرور بقى ولا ايه ده مش غرور دي ثقة في النفس اصل الواحد لما يكون بيحب حد قوي لازم في الاخر الحد ده يحبه حد ولا اتنين اه حد واتنين وثلاث ما ديك انت اللي بتهزري ما تقوليش في الاخر بقى انك بدحكني حرم عليك يا عزا مش عارفة نام من صوتك ياختي معا وكان عندنا ومتعشي وطلع عيني مع امك في المابخ لازميت قوي بقى الكلامة بفلوس ده عجبك كده يا كريمة صحت بيس حلم عليك يا كريم سلميلي عليه وقل له صباح رباح يا اعماد عايزين ننام بقى شكرا